بالحلم الكبير لجمهور الاهلي مش بس العضاء استاد الاهلي وانت كلفت من المجلس بمتابعة شركة الاهلي للانشاءات الرياضية واعتقد بزلت مجهود قدمته المجلس الادارة مجلس الادارة صاغه في شكل شركة تم تأسيسها لشركة الاهلي للانشاءات الرياضية واحد من اهم الانشاءات التاريخية المنتظرة استاد الاهلي ايه الخطوات اللي تمت وايه قرأ بحاجة جاي احنا طبعا بالنسبة للمنشآت انا عايز اقول الحمد لله برضو المجلس الحالي يعني برئاسة كابتر عمود الخطيب عمل طفرة انشاءية لم تحدث في تاريخ النادي من قبل دي بقولها بسيقوة يعني مش بقولها ان انا يعني لان احنا بحجم المشروعات اللي تم في الاربع سنين اللي فاتوا دول ما حصلش قبل كده انت كان في كل مثلا اربع سنين من سنة التسعين من ساعة افتتاح من ساعة بدء مثلا نادي مدية ناصر كان بيبقى فيه مشروع او اتنين او تلاتة بكتير بيتم افتتاحهم في كل دورة انتخبية يا سيد سيبراهيم ده وضع حجر الاساس للأستاذ الله احنا مفتوح اتفاق تحبقى كمشروع خلال الفترة بتاعتنا الاربع سنين 18 مشروع 18 مشروع انشائي اه بقوله حراكي انت بتتكلم في مشروعين او تلاتة بكتير في كل دورة ده كانت طبيعي اه ده كانت طبيعي وحراكي يعني يعرف 18 مشروع فانت عملت شغل ما تمش قبل كده في كل بقى الشيخ زايد او التجمه والخمس ان شاء الله قريبا جدا هيتم افتتاحه او الجزيرة او مدية ناصر كل حاجة فان شاء الله كمان الاستاذ ده من اهم والأولويات كابتن محمود الخطيب في ال اربع سنين اللي جايين وهو قالهنة وقالها في المؤتمر صراحة وقالهنة من ضمن الاهداف اللي هو البرنامج الانتخابي اللي حطه لان انت خلي بالك كان في معوقات كتيرة جدا قدامك عشان بناء الاستاذ في المرحلة اللي فاتت اهمهم اهمهم والعنق الزجاجة بتاعتهم كانت الموافقات وبصراحة دي برضو بتعود للكابتن محمود لانه يعني دي كانت من 2005 فيها مشكلة الارتفاعات هناك ناس ما كانت شوارده عارفة ده وان احنا في الشيخ زايد عندنا الحمدولة 130 فدان مخصصين منهم حوالي 60 فدان للأستاذ والملحقات اللي حاولين الاستاذ الخدمية والتجارية فكان الارتفاع المسموح هناك 6 متر وده لا يسمح ان انت تعمل استاذ 55 ألف متفارج زي ما احنا عايزين نعمل انت محتاج لك تقريبا 40 متر فانت عشان تعمل اربعين فاحنا خدنا الحمدول موافقة ب30 متر يعني دي الكابتن قدري حقاقه فانت تاخد موافقة 30 متر وتقدر ان انت بتعمل حفرة 10 متر زيادة دي امرها سهل فتوصل للاربعين اللي انت عايزة لكن من 6 الاربعين دي كانت تبقى مكلفة جدا وصعبة جدا ومعمريا كانت تضاوى الشكل الاستاذ خلص وما كانش هيبقى في موافقة بيها فانت انت تتحقق الموافقة دي دي كانت عنق الزواجة وده اللي هو الحجر الاساس ده كان اعلان الموضوع في شهر 5 لكن طبعا قبلها احنا ما كنا شغالين لكن شغالين اللي هو تحصبا ان شاء الله ان ده هيحصل الموافقة دي هتيجي فنقدر ان احنا بقى ننفس ده على هذا الواقع جد بقى طبعا تأسيس الشركات اللي هو هينقل ان شاء الله النادي الاهلي ناقلة استثمالية مختلفة سواء في الكورة او في المنشآت الرياضية بشكل عام مش اللي استاد بس وخدمات السياحية وما شاء الله برضو زي ما بنتكلم كده ناس بتخدم النادي الاهلي من برة قامت على اعلى مستوى يعني يوصد زيسين منصور ماسك الشركة الكورة يعني مهنس ايمان اسماعيل شركة المنشآت الرياضية وده انا لازم اتكلم عليه شوية ورسادة الوزير تسمع رأيي الاستاذ ايمان اسماعيل اه طبعا نشوف رأيي الاستاذ ايمان اسماعيل رئيس شركة الاهلي للانشآت الرياضية عن المهندس محمد سرعي لو سمحتوا لي ان اشكر اولا دكتور سعد لانه الحقيقة يعني لما جينا لقينا فيه اتصالات عشان نقدر نعمل تسمية للنادي والشكر بقى الخاص لموضوع الاستاذ قبل ما اتكلم فيه لمهندس سراج وهو عضو مجلس ادارة الحقيقة مهندس سراج لا يكل ولا يمل يعني احنا من قبل ما نبتدي اتصالات بالعالم كله والناس كلها بتعمل كل حاجة للنادي الاهلي بلاش فهو يعني حطلنا ستاندرد وبنش مارك عالية جدا واحنا ان شاء الله هنكمل على ده المهم جدا ان احنا نكمل على النقطة اللي احنا ابتدنا منها فانا بشكرهم ان هم ساعدونا في المهمة بتاعتنا الاستاذ ايمان اسماعيل كان عنده امتنان للمجهودات اللي تعملت لا الله ده هو ده يعني من زوءه لكن هو فعلا انا اللي حابب اشكره لانه خلي بالك كل الناس دي بتشتغل نادي الاهلي بحب زي ما احنا مشتغل نادي الاهلي بحب وراجل عنده فكر كبير جدا راجل عنده رؤية اكتر من ممتازة انا ما عدت معاه منظم جدا عنده رؤية كويسة جدا لمشروع استاذ النادي الاهلي شغال باحترافية عالية جدا فيه فكان فيه تناغم بينه وبينه كبير جدا الحمد لله ان احنا قدرنا ان احنا نعمل الحمد لله تصميمات يعني من الكبرى لشركات زي ما وقال خمس شركات عالمية قدمت تصميمات للنادي الاهلي وعملناها في شكل مسابقة مجانية ما بينهم غير من غرم النادي الاهلي مليم يعني وهو عنده رؤية كويسة جدا لمشروع الاستاذ الفترة اللي جايها هتشوفوها وان شاء الله يعني بإذن الله رب الاربع سنين جايين دول هيبقى فيه خطوات كبيرة خطوات لا خطوات كبيرة اللي زي ما قلت لك وانه كل زجاجة كان الموضوع المفقاة بدأنا بعدها نحط جاد دول مظبوط للتصميمات للرعاية لخلافه منود مش عايز اتكلم في تفاصيلها لكن مشروع الاستاذ ان شاء الله من ضمن الاولويات وبإذن الله المشروع ده برضو غير ان انت هيحقق حلام النادي الاهلي وجاميري النادي الاهلي هيبقى ليه عائد استثماري كبير جدا للنادي الاهلي يعني انت بارني ميونخ الاستاذ بتاعه بارني كان رقم تماني على مستوى العالم في التصنيف المالي العالمي للاندية بعد الاستاذ لما تعمل والعوايد اللي جات من الاستاذ بقى رقم اربعة فانت ده برضو من ضمن الافكار ان انت عايزة يتعظم مواردك لان ان تعظيم موارد ده مهم جدا للنادي الاهلي من زنيتك لما توصل للرقم اللي وصلت لي ده ده مش من فراغ ده من فريق عمل اشتغل على مدار اربع سنين مش بس مجلس الادارة مجلس الادارة وكل الادارات المعناية اللي تحتيه لما تحقق عقد رعاية بحوالي خمسمائة مليون وعقود البس بربعمائة مليون يعني بتتكلم في حوالي مليار جنيه من رعاية وبس في الاربع سنين ده شغل اللي كان رؤية رئيس نادي مع مجلس الادارة مع المستشار التصويق دكتور سعد شلبي اللي انا حابب اشكره بشكل خاص يعني على مجهوداته معنا لفترة الاخيرة زائد الاشتراكات والعوضات عن المنشآت اللي بنتكلم عليها دي انت بتعمل منشآت وبتبني وناس ممكن تقول تخدم الاعضاء انا تخدم مشروع الجراج كان مهم جدا كان مهم جدا وكان برضو زي الاستاذ كان بقاله عشرين سنة مش عارف تجيب الموافقة برضو الحمد لله مجلس قدرة نجح انه هو يجيب الموافقة دي